الشيعة قد أطبقوا على مذهب التوحيد الأسطوري ضاء اتضح أن عموم الشيعة وأصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا على مذهب التوحيد الأسطوري في الرب الشاب والصورة والرؤية والتشبيه والتجسيم كذلك حال هشام أصحابه في التجسيم والتشبيه فإنهم مجسمة مشبهة وهذا ثابت حتى عند القمي وفي مقدمة تفسيره وقد بيّن ذلك وثبته المجلسي قبل محاولة تدليس وتلبيس المدلسة المتأخرين اللاحقين لتلميع عقيدة هشام ابن الحكم في هذه الروعية وللتوظيف في التغرير والمكر وتقية النفاق الأبالسة المدلسة اللاحقون المتأخرون سجلوا في تفسير القمي قال هشام بالنفي المجسم تفسير القمي تصحيح وتعليق الجزائري قال هشام بالنفي للجسم تفسير القمي إشراف الأبطحي أما المجلسي السابق المتقدم فقد نقل في البحار الجزء الثالث عن تفسير القمي قال هشام بالنفي بالجسم لم يكتفي المجلسي بذلك بل سجل توضيحاً وبياناً أثبت فيه أن مذهب هشام هو مذهب التوحيد الأسطوري في التجسيم والتشبيه حيث قال المجلسي تفسير القمي قال هشام بالنفي بالجسم بيان بالنفي أي نفي الصورة مع القول بالجسم البحار الجزء الثالث للمجلسي قال الحسن قلت لأبي إبراهيم عليه السلام إن هشام بن الحكم زعم أن الله تعالى جسم ليس كمثله شيء فقال عليه السلام قاتله الله أما علم أن الجسم محدود البحار الجزء الثالث قال علي قلت لأبي عبد الله عليه السلام سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم أن الله جسم صمدي نوري فقال عليه السلام سبحان من لا يعلم كيف هو إلا هو البحار الجزء الثالث غين مما سبق ثبت وتأكد جدا أن الشيعة قد أطبقوا على مذهب التوحيد الأسطوري في التجسيم والتشبيه سواء العوام وأصحاب الأئمة عليهم السلام المهندس الصرخي الحسني موسيقى اشتركوا في القناة